الخبر هو اللي عادنا عن قمر الطاي وسفرها للإمارات فالمفاجأة النارية اللي من تتحمسنا عليها كانت هي عبارة عن سفرها للإمارات أعلنت هذا الشيء عن خلال المقطع اللي نزلته فاكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بالأشياء النارية اللي حسويها قمر الطاي هناك ولكن الشي صادم اللي صار واللي هو أنه نورمار كان قرر أنه هو يسافر التركيا فنزل هذا الاستوري يقول بي أنه قرر يلغي سفرة التركيا بسبب تصويره واحد من المقاطع ولكن أغلب المتابعين توقعوا أنه هو اللغة سفرة التركيا عمودية قوية قمر الطايب دبي مادر الصراحة اكتبونا بالكومنتات شو رأيكم هل تشوفون هذا الشيء صح أو لا وطبعا لسيرة نورمار فالنورمار يا حبايب نزل هذا الاستوري الثاني ويا لنا شاندي ألم بي عن مفاجأة عيد ميلادة هو سوالها وراح ينزل مقطع يوم الثنين يكون مفاجأة عيد ميلادة رحطوكم الاستوري شوفو في جماعة شي صار هون أنه أنا عسلت سفرت على تركيا وهيك فهي زعليت ومدر ايش وبعدين رجعت فجأتها بعيد ميلادة وجبت الله هدية هي كانت حطها على الستوري وبدأيها من زمان ان شاء الله في يدو اليوتيوب رح ينزلقون يوم الثانين ورح تفهموا كل شيء ننتقل حاليا البيسان اسماعيل واغنيتها الجديدة فنزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري من داخل استوديو تجيئ الأغاني ده تعلمي خلاله عن اغنيتها الجديدة اللي رح تنزلها قريبا فقدنا حبابكم التاج قيمة حمسين لغنية بيسان اسماعيل ننتقل حاليا اليارا يا حباب تنزل هذا الستوري الفانس قمر طاي كانت نشرتها قاعدة تسبي يارا وتتهمى واشياء زال 18 في يارا ردت عليه يا حباب عن الكلام لكاتبته انه بتشارطوا انه هذه البنية عمر 11 سنة بس تزعل على اهليهم لانهم مربوهم واخرش طلعوا هاي كزبالة قلت انه ما رح تشتشيله مجرد فقدنا حباب الكمنتاج ركب الاتهامة الزال 18 اللي سوتها اليارا ورد يارا عليها ننتقل الحاليا الى احمد ابو الرب واستهزاء انه عن ما صخريته من احمد ابو الرب فنزل هذا الستوري واحد جاندي سيلة من قدوتك بالحياة فرد انس الشايب واضح انه قاعد يستهزاء مو اكثر وبالستوري الثاني قالوا لمنه تحب اكثر شخص فرد انه اول واحد هو انس الشايب بعدين امه وابو يعني واضح قاعد يستهزي يا حباب اكتبونا بالكمنتاج شو رايكم رغم ان هو صديقة ولكن قاعد يستهزي به اكتبونا بالكمنتاج اتو يا احمد ابو الرب ويا انس الشايب وبالختام يا حباب عن مارياني غريب والستوري اللي ضحك النزلاته اللي قاعدت تطلب عروس الوسام تيكيت لان هو شوي يوصخ بالبيت راح تقوم لستور وشوفوه انا ابحث لوسام على عروس بشكل جدي يعني عم جدع بدور له انا على عروس وما بتفرقي كنتي بسوريا كنت وما كنتي محنا منجيبك تكاليف الشحر علينا عن جد شوفي اختك عزابية بدك جوزية حتى اختك عزابية مو مشكلة تكون مثلا صهرك ويسام عادي نحنا منجيب لها شفي جاها يوتيوبرز منجي منطلبها والله يعني ضروري نجوزوا لويسام بليز يعني بدنا عروس نحط لكم بوكس هون كتبو ريز في حواليكم عروس وبوصلوا يا حبابي من وصولة المقطع فترموا بالبلاكات اشتركوا في القصص احبكم مع السلامة